السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالمحاضرة السابقة أخذنا المكونات المادية للحاسبة اليوم سنكمل المكونات البرمجية للحاسبة المكونات البرمجية أو البرامج أو البرمجيات أبارع المجموعة من الأوامر والتعليمات المرتبة بتسلسل معين يقوم تنفيذها الجهاز لتحقيق قرض معين نأترك عن أنواع البرمجيات من أنواع البرمجيات أنظمة التشغيل اللي تسيطر عليه الحاسبة اللي تقوم به التشغيل الحاسبة مثل أنظمة تشغيل ميكروسوفت ويندوز النوع الثاني من البرمجيات هو لغات البرمجة لغات البرمجة لدينا كثير من لغات البرمجة اللي من خلالها نستطيع لنصمم البرمج والتطبيقات الأخرى مثل Visual Basic, C++ وبقية لغات البرمجة برامج التشغيل المساعدة وبرامج التفحص للأقراص النوع الأخير البرامج التطبيقية مثل Microsoft Word والأكسل وبقية تطبيقات أنظمة التشغيل نظام التشغيل نظام التشغيل هو عبارة ناخد تعريفه وعبارة عن مجموعة من البرامج لتستخدم تشغيل الحاسوب والتعامل مع مكوناته الأخرى وإدارة البرامج والتطبيقات والتحكم بالكمبيوتر دعنا نقول أنه نظام التشغيل عبارة عن حلقة وصل بين المستخدم وجهاز الكمبيوتر أو الأجزاء المادية للحاسوب وضع في تحكم مسار البيانات تحميل البرامج إلى الذاكرة تحكم وحدة الذاكرة الرئيسية التحكم بوحدات الإدخال والإخراج وإكتشاف الأعطاء مثل ما قلت سابقاً أنه حلقة وصل بيننا وبين المكونات المادية للحاسوب نظام التشغيل أو كيفية عمل نظام التشغيل قراءة تنفيذ التعليمات والأوامر المخزونة بالعوم بحص وحدات الحاسوب للتأكد من سلامتها تحميل نظام التشغيل من الأقراص المغنية أو الضوائية استلام عوامر من مستخدم الجهاز تحميل البرامج التطبيقية وتنفيذها بالحاسوبة العودة إلى نظام التشغيل وانتظار عوامر المستخدم أمثلة على أنظمة التشغيل قد نظام التشغيل القراص نظام تشغيل دوز يتكون مجموعة البرامج والأوامر ولكن لا تتيح لمستخدم تشغيل أكثر من برنامج هنا نظام التشغيل للدوز لا يمكن أن تستخدم أكثر من برنامج بنفس الوقت يعني أنه لا يمكن أن تفتح برنامج الأوفيس أو تفتح ويا جوجل كروم أو ما شابه يعني بنفس الوقت أنه لازم تنفذ برنامج ومن ثم تغلق وترجع تنفذ برنامج آخر نظام التشغيل النوافذ الويندوز وبي كثير من الأصدارات نظام تشغيل واجهة رسومية يحتوي على واجهة رسومية يمكن التعامل معه من خلال الفأرة الماوس والقوائم المنسد لو يسمح بالتالي تشغيل عدة برامج أنه في هذا النظام راح نقدر نشغل أكثر من برامج إمكانية استخدام اللغة العربية وغيرها من اللغات كواجهة التطبيق بالواجهة رسومية أنه نقدر نستخدم كثير من اللغات هنا نظام التشغيل للنوافذ أو الويندوز ممكن أنه تستخدم الفأرة للاستخدام وتنفيذ العمليات مثل نسخ وحذف ونقل الملفات تشغيل برامج الوساطة أنه تقدر تشغل الملتي ميديا مثل الصور والمقاطع الفيديوية أمثلة أخرى على نظام التشغيل نظام تشغيل القرص دوزو حتينا عنه نظام تشغيل النوافذ الويندوز وأيضا حتينا عنه نظام تشغيل أبل ماكينتوش اللي هو خاص بأجهزة أبل نظام تشغيل يونيكس وحسا راح نحتي على واجهة تطبيق الرسومية اللي هي GUI Graphic User Interface تأد واجهة تطبيق الرسومية جزءا أضافيا من نظام التشغيل يقوم بعرض الإطارات إنها تكون على شكل نوافذ يتيح أيضا التعامل مع الحاسوب من خلال استخدام الفهر إنه باستخدام الماوس راح تقدر تتحكم بالنوافذ أو لتواجهة تطبيق الرسومية من أمثلة للويندوز هو ويندوز 95 بدي أصدارها بال95 وال98 والنتي ويندوز 2000 ويندوز XP ويندوز 7 وأيضا ويندوز 8 ويندوز آخر أصدار هو ويندوز 10 مزايا استخدام واجهة تطبيق الرسومية وجود تشابه في التعامل مع جميع البرامج كيفية تشغيل البرامج لا تعتمد كثيرا على الشركة المنتجة إنه تشغيل البرامج تكون كلها مش شابهة تقريبا تعامل مع البرامج التطبيقية بطريقة ذاتها التي تستخدمها مع نظام التشغيل إنه التي تكون واجهات البرامج أو نوافذ البرامج مش شابهة مع واجهات نظام التشغيل تتيح المجال أمام البرامجين لكتابة برامج متناسقة وبسهولة البرامج التطبيقية البرامج التطبيقي هو نوع من البرامج اللي يمكن استخدامه بعد تحميله على نظام التشغيل إنه بعد ما تنصبه وتحمله على نظام التشغيل راح إنه تقدر تستخدمه من أمثلة هذه البرامج هو برنامج معلج النصوص المايكروسوفت وورد هنقول إنه هذه حزمة ناخذ مثال إنه حزمة الأوفيس مايكروسوفت وورد اللي هو خاص بالنصوص الإلكترونية والمايكروسوفت أكسل خاص بالجداول البيانية مايكروسوفت أكسيز اللي هو خاص بقواعد البيانات وأخيرا أدوات العرض التقديمي مايكروسوفت بوربوينت وتطبيق الوساطة المتعددة فلاش اللي هنا كمن مكونات الحاسبة أخذنا المكونات المادية والمكونات البرمجية